مجزو اللهم واخير الانباء اهلا بكم زار فخامة رئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي بعض المناطق المتضررة من الاعصار المداري في مدينة الغيطة وضواحيها وتفقد ومعه وزير الاشغال ومحافظة المهرة احوال المواطنين النازحين من الاحياء المتضررة واستمع منهم الاحتياجاتهم العاجلة موجهن السلطات بتلبيتها وطلع رئيس مجلس القيادة على تقرير اولي حول مسجدات الحالة المدارية والاضرار والخسائر التي خلفتها واشار التقرير الى تسجيل حالتي وفاة واصابة 150 اخرين واضرارا كبيرة في البناء التحتية والممتلكات الخاصة والعامة ونزوح نحو عشرة الاف شخص في مديريتي الغيظة وحصوين مشيدا بالاستجابة العاجلة لمواجهة دداعيات الكارثة من قبل الاشقاء في المملكة العربية السعودية التقع اوض مجلس القيادة الرئاسي عثمان مجلي سفير الولايات المتحدة الامريكية لدى بلاد ستيفن فاغن وجرى خلال اللقاء مناقشة العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها وفي مستهل اللقاء عبر مجلي عن ادانته شددة لجرائم قوات الاحتلال الاسرائيلي ضد المدنيين الابرياء في غطاء غزة وفي الشان المحلي يكد مجلي بان المعلومات الواردة من المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيات لا تدل على نوايا الحوثي للانخراط في مسار السلام مؤكدا بان مجلس القيادة الرئاسي ثابت في انحيازه لكل ما يحقق مصلحة الشعب اليمني واضعا خيار السلام في المقام الاول اتساقا مع الجهود السعودية الحريصة في التوصل لاتفاق سلام شامل وعادل في بلادنا اجرى رئيس مجلس النواب سلطان البركاني اتصارا هاتفيا بمحافظي المهرة وحضر موت للاطمنان على ابناء المحافظتين والاطلاع على احوال المناطق المتضررة نتيجة تأثيرات الحالة المدارية وتمنيا للجميع السلامة كما طلع البركاني على الاجراءات التي اتخذتها سلطة المحلية في المهرة وحضر موت لمواجهة هذه التأثيرات المناخية والدعم والتدخلات المطلوبة على مختلف المستويات مشيدا بالاستجابة العاجلة للاشقاء في المملكة العربية السعودية لمواجهة التأثيرات المتغيرات المناخية في محافظات السقطرة والمهرة وحضر موت اجرى رئيس مجلس الشورى الدكتور احمد عبيد بن دغر اتصالا هاتفيا مع وزير الاشراء العامة والطرق سالم العبودي ومحافظ محافظة المهرة محمد علي ياسرت مع ان خلاله على احوال المواطنين بالمحافظة جراء سارتيج واستمع الدكتور بن دغر من الوزير والمحافظة لعرض اولي للاضرار التي اصابت البنية التحتية بمدن المحافظة واريافها مشيدين بزيارة تأفخامة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي للمحافظة والبقاء مع اهلها في هذه الاجواء العاصفة عقد مجلس الوزراء برئاسة رئيس المجلس الدكتور معين عبد الملك في العاصمة الموقعة تتعادل اجتماعا لمناقشة مستجدات الاوضاع العامة في البلاد وتحدث رئيس الوزراء عن تطورات الحالة المدارية لعصارتيج في سقطرة والمهرة والمتابعة المستمرة بإشراف مباشر من فخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي لمواجهة التداعيات الناجم عن العصار مشيدا بدور الاجهزة المعنية وفرق الطوارئ في اتخاذ الاجراءات الاحترازية ومثمنا استجابة الاشقاء في المملكة العربية السعودية لتقديم كافة اشكال المساعدة للتخفيف من وطأة الاثار المحتملة للإعصار وطلع مجلس الوزراء على تقارير من الوزراء المعنيين حول الاشكاليات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في عدن والجهود المبدولة لتجاوزها وصلنا لنهاية الموجز قدمناه لكم من قناة عدن الفضائية في امان الله اشتركوا في القناة